سلام الله عليكم متابعين في قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم مؤخر الأخبار ننفرد بنشر صورة أول ضحايا حادث الطائرة الأسيوبية المنقوبة بعدما نعى عدد من أهالي الوادي الجديد بالدكتورة دعاء عاطف أحد ضحايا الطائرة الأسيوبية المنقوبة والتي كانت في طريقها للقيام برحلة علمية لدولة كينيا وأكدت أسرتها في تصريح للمصر اليوم مساء الأحد أن دعاء كانت ضمن المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة المنقوبة وحصلت الدكتورة دعاء عاطف على دركة الماجستير العام الماضي وتعمل أستاذة مساعدة بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد كانت القطوط الجوية الأسيوبية أعلن الصباح الأحد تحطم طائرة طابعة لها كانت في طريقها من العاصمة الأسيوبية أديس أبوبا إلى العاصمة الكينية وعلى متنها 157 راكبا من ضمنهم طاقم الطيارة جميعهم لقوا مسرعهم وتأكد وقوع الحادث في الساعة 48 صباحا بالتوقيت المحلي لأسيوبية حيث تحطمت الطائرة كل بلد التي تقع بنحو 62 كيلو متر إلى الجنوب الشركي من أديس أبوبا وكان من بين ركاب الطائرة 10 أشخاص من أربع جنسيات عربية مختلفة ومن بينهم 6 مصريين و2 من المغرب وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 من أمريكا وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية